هذا هو مصدر القوة بما ان احنا هو جيشنا فكل واحد فينا قادر يحمل بلد دي لما يكون جندي مجند بس هو كمان هو لازم يعرف ان فيه حاجة اسمها الجندية المجتمعية المفهوم ده تياريت نكررسه فينا حاجة اسمها الوقت ده وقت هذا المفهوم اسمها الجندية المجتمعية كل واحد فينا مسؤول انه يقف على الرباط على المجتمع المجتمع كل رباط لما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم على اهل مصر قال فانهم في رباط الى يوم القيامة فانا شايف ان احنا عندنا رباط الحدود المكانية ورباط الحدود المجتمعية احنا عندنا في مجتمعنا في حدود لازم نربط عليها حدود قدام حدود مش هتسمح بالسيولة الدينية حدود مش هتسمح بالسيولة الاخلاقية حدود مش هتسمح بالسيولة الفكرية احنا مش هنسمح ان حياتنا تتمادى فيها هذه السيولة فلما تحصل السيولة يتخطف اولادنا يتخطف اولادنا بقى للسيولة الدينية مع الالحاد يتخطف اولادنا مع السيولة الاخلاقية مع الشزوز السيولة الدينية كمان تطلع عنها تطرف لا كل واحد فيكم لازم يتعلم ان هو مرابط احنا عندنا حاجة اسمحة الجندية المجتمعية فمجتمعنا جنود وفي جنود المجتمع فاحنا لازم نفهم كده لازم اولادنا يفهموا كده فاذا كان ابننا بيقول لا 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 انا مش عايز الناس تحس ان انا النهاردة جاي عشان اعمل حاجة ضخ انا بقولكم نحن مش هتكلم على ان احنا في حرب لكن احنا بنتكلم على ان احنا جنود بتكلم على ان احنا اكتوبر السنة دي مختلف اكتوبر السنة دي بيقول لنا خل السلاح صاح